اشتركوا في القناة 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 الان الى وحدة المتر وحدة المتر تقريبا نسمع عنها كثير في حياتنا اليومية انه تستخدم مسلا لقياس اطوال الانسان تستخدم لارتفاع الباب ارتفاع عمارة فدائما نسمع احنا مصطلح او كلمة المتر المتر تستخدم لقياس الاطوال الكبيرة زي ما قلتلكم نستخدمها مثلا طول الانسان نقدر نسأل طلاب الصف الرابع مثلا أداء أطوالكم ممكن يحكونا 135 متر ممكن 140 متر أو في عندكم أطوال 130 متر وهكذا تمام ممكن نسأل عن ارتفاع الباب ارتفاع الباب على فرضا مثل معنا في الكتاب ارتفاع الباب نستخدم له وحدة المتر ممكن ارتفاع عمارة أو ارتفاع المدرسة نستخدم له وحدة المتر وهلأ يا رابع بنحكي عن آخر وحدة من وحدات قياس الطول وهي الكيلو متر الكيلو متر تستخدم لقياس الأطوال الكبيرة جدا أو المسافات الكبيرة جدا البعيدة على فرضا لو سألكم المسافة من مدينة عمان إلى مدينة العقبة المسافة جدا كبيرة لذلك نستخدم لهذه المسافات الكبيرة الكيلو متر وهكي رابع نكون تعرفنا على وحدات قياس الطول الخمسة أصغرهم الملي متر ثم السنتيمتر ثم الديسي متر ثم المتر وآخرهم أو أكبر وحدة قياس طول هي الكيلو متر وهلأ يا رابع بنحكي عن المقياس أو المسافة لم نستخدمها لقياس الأطوال الصغيرة اللي بتقاس بوحدة السنتيمتر أو الملي متر أوكي يا رابع هلأ خلونا نتعرف على تدريج المسطرة المسطرة دائما بتبدأ بالرقم صفر أوكي وبكون في عندها بدنا ننتبه على الرمز الموجود عند الرقم لأنه أحيانا فيه تدريج بيكون كبير إحنا دائما بدنا نستخدم الرمز CM أوكي سنتيمتر رح تبدأ بالصفر ورح تنتهي حسب المسطرة إما بعشرة أو بالرقم عشرين أوكي طيب يا رابع هلأ تاني معلومة بديكم تعرفوها إنه في عندها تدريج صغير في المسطرة وفي عندها هدولة الشحطات الصغار هدولة عبارة عن إيش عبارة عن ملي مترات عبارة عن ملي مترات يعني الصنت المتر الواحد فيه عشرة ملي متر فيه عشرة ملي متر يعني لو بتقعد من بين الواحد والاثنين تبلقاهم عشر شحطات لحت ما أصل لعند الاثنين من واحد لاثنين عشر شحطات يعني عشر ملي مترات طيب من الصفر للاثنين بلقاهم عشرين ملي متر أوكي سنتيمتر صفر واحد اثنين سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ولكن هدول الشحطات الصغار أنا بحكي عنهم هدول ملي مترات من صفر لواحد ملي مترات بيعطيني عشرة من واحد لاثنين فيه عشرة بصيروا من صفر لاثنين بصيروا عشرين طيب يا رابع عشان تفهموا إيش اللي أنا قاعدة بشرح فيه عن الملي متر والشحطات الصغار خلونا نوجد طول المسمار هذا طبعا المسمار يعتبر صغير جدا نستخدم لقياس طوله وحدة المليمترات اوكي رح نحطه على المسطرة بدايته من عند رقم صفر بعدين بدنا نعيد لحظة شوي بدنا نعيد الشحطات هذه الصغيرة قلنا احنا بدل ما نقعد نعيدهم شحطة شحطة عرفنا انه بين الصفر بين الصفر والواحد في عيدنا عبارة عن 10 شحطات يعني 10 مليمترات بعدين في عنا هنا برضو 10 صاروا 10 و 10 و 20 مليمتر بكمل هون كمان 10 بيعطونا 30 مليمتر وبكمل قعد هون الشحطات بلقاهم طبعا هون بتكون 5 6 وهون 10 رقم 7 معناته 37 و 30 مليمتر 37 مليمتر طبعا احنا عدينا الشحطات تصغير لانه مليمتر ما رحت قلت سنتيمتر صفر صفر واحد نين ثلاثة ثلاثة وبعدين قلنا سبعة ثلاثة فاصل سبعة طبعا هذا خطأ مليمتر بنبدأ بنعد الشحطات الصغير وقلنا بدل ما نعدهم هدول الشحطات الصغير بنكون عارفين احنا انه مليمتر بدنا نطع شرعت يعني عشرة عشتين ثلاثين ثلاثين بعدين في عندي هون اش سبعة بصير سبعة وثلاثين واضحة الان يا رابع خلوني ننتقل لكتاب التمارين صفحة 36 من حل التحدي الاول استخدم المصدر للقياس الطول ثم اكمل الفرق في الجدول الآتي بما هو مناسب الجدول معطينا ثلاثة اشياء مختلفة معطينا برغية وقلم تنوين وقلم رصاص مطلوب مننا نوجد اطوالهم ثلاثين نشوف البرغية رابع هلأ البرغية يعتبر حجمه صغير فاحنا رح نستخدم وحدة المليمترات وعشان اوش الطولة باستخدام وحدة المليمترات رح نعد الشحطات الصغيرة لو تجد انتبهوا لهون بتلاقوا حطينا من عند الصفر ابتداء وانتهى تقريبا قبل الاثنين بشحطة اذا بطلعوا هلأ عند الاثنين بيكونوا عشرين قبل الاثنين بشحطة واحدة تساطاش اذا تساطاشر مليمتر طيب يا رابع خلانا نشوف قلم التلوين طبعا قلم التلوين يعتبر صغير مو صغير جدا فبنستخدم لقياسه وحدة السنتيمتر رح نحط الصفر عن بداية القلم ونهايته رح تكون عند رقم تقريبا بعد الاثناش باربع شحطات فبكون اثناش بوينت اربع اوكي رح نشوف هلأ قلم الرصاص هلأ يا رابع خلونا نشوف قلم الرصاص طبعا برضو هو يستخدم يستخدم لقياسه وحدة السنتيمتر رح نحط الصفر عند بداية القلم ونشوف النهاية عند اي مؤشر طبعا بلايها انه بعد الستاش بخمس شحطات فبتكون ستاش بوينت اربع وبهيك رابع نكون حلنا التحدي الاول من صفحة ستة وتلاتين كتاب التمارين التحدي التاني رح يكون هامور يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر